مركزة معي مركزة جدا ده نظام استراتيجي مفيش بقى رسوب في اولى ولا تانية ولا تالتة في المنظومة الجديدة براحة بقى فانا مبقاش هدفي اني انجح واسقط براحة بقى عشان صح انا هدفي افهم في منظومة الجديدة عام تسعتاشر عشرين الطالب اللي داخل اولى سنوي اي درجة هيجبها اليلة كبيرة بقى مش هقول له انت هيطلع تاني طب هم مش هذكر هقول لك من كده كده اطلع تانية لا ما هتأثر على تراكمه ما انا هقول لك اهو كويس احنا بد في تانية الدرجة اللي هيجبها هتطلعه تالتة الدرجة اللي يجبها في تالتة هاخدها اهم جامعا للتلاتة على بعد اولى مع تانية مع تالتة طلع بقى اقل من نص ده بقى يعيد في المادة دي بقى حسب ما القانون هيطلع لان اديته هنا تلات فرص اديته اديته اولى وتانية وتانية امه ستة بصراحة اتنين اتنين وتانين وتانين يعني مجموعة أولى ومجموعة تانية ومجموعة تالتة 12 فرصة بالمناسبة لأن أنا عامل في الفاصل دراس الأول وفاصل دراس التاني في الفاصل دراس الأول وفاصل دراس التاني فاصل دراس الأول وفاصل دراس التاني لأنا بس أعز أوصانه لا رسوبة في المنظومة الجديدة في أولى وفتاني لكن لو أنت ما ذكرتش وإعتمدت أن ما فيش سقوط كده كده حيأثر على مجموعك الترك وهم في الآخر لأن أنت عدك حصانة فنا هنا الرعب والفزاعة بتاعة سنة سنوية عامة السنة دي ما بقاش رعب وفزاعة هو بقى منظومة متكملة على ثلاث سنين بص يا سيد اميننا اللحظة الفورية زي الصورة الكاميرا كده بتاخد اللقطة ممكن ما تبقاش معبرة لكن كاميرا فيديو مستمرة عطي صورة معبرة فالتقييم لما يبقى مستمر ببقى أكثر صدقا وأكثر تعبيرا عن أداء الطالب والحقيقة أكثر عدالة وأكثر عدالة هو كمان واختبال حضرتك ده ومن الفرصة الوحيدة إلى الفرص المتعددة معروفة كده ده ده من قصص التقييم الجيد يعني أبجاد هوز شغل التقييم يعني فأنا بقول لحضرتك بس عشان حتة دي عاملة أنا كاتبة عندي اهو المناهج الممتدة والدور الثاني المناهج الممتدة أن أنت هتدرس المنهج طول العام وهتمتحن فص الدراسي الأول فيما درسته وهتمتحن فص الدراسي الثاني فيما درسته فيما درسته فص الدراسي الثاني وأعلى دركتين من الأولاني على الثاني حيتجامعه نجحت ألف سلام مبروك ما جابتش الخمسين في المية حتقدت سنة أولى إيه؟ سنة أولى سنة أولى سنة أولى سنة أما في المنظومة الجديدة من 19-20 وهناك خطاب بعدنا يوم الخميس بكذا اللي أنا بقوله ده في المنظومة الجديدة 19-20 أي درجة هتجيبها من المحاولتين والمحاولتين يعني الأربعة هتتعلق في حصلتك وفي تانية هتعلق في حصلتك وفي تالية هتحط في حصلها ونفتح نفتح حصلها نشوف أنت جبتك نشوف أنت جبتك إذن لا رسوب لف أولى ولا فتانية في النظام الجديد 19-20 بعد تغيير القانون بإذن الله ده قانون التعليم الجديد آه طبعا لسه في البرلمان إن شاء الله لسه هتناقش في البرلمان آه طبعا بس حضراتكم قدمتوا للحطومة للبرلمان آه في تقديم آه لو هتبقت لمجلس الوزراء أو مجلس الوزراء بقت لمجلس الوزراء ده جزئية الحقيقة اللي احنا من نسبة سنوي الهدف ليس التابلت عايز أقول لهم بقى يعني التابلت يا فندم مش هدف هو وسيلة بامتحن دي ما هوش موجود همتحنك ورق مرتين خلي بالحضرات يعني أنا في الفصل الدراسي الأولاني ده فرضنا أن التابلت تتأخر لأي سبب الأسباب همتحن الطالب امتحنين بينهم فاصل زمن ورق دي له امتحن ورق كده واخلي بالحضراتك تمام وموجود التابلت همتحنك إلكترون لسه كنت هقول ولو التابلت جاء همتحنك إلكترون إلكتروني هعمل إيه فندم قدامي التابلت هوا هعمل إيه لا تبص بقى هو في بنك أسئلة بنك الأسئلة ده بقى برامي على المدرسة امتحن فالطالب بيفتح زي ما كلنا بندخل لمتحن الطفل أو المدرس اللي واقف بيبقى عنده الأسئلة من قبلها لا لا خالص ورائب أي حد عنده الأسئلة انت بتسألي أسئلة رائعة بالله لا بتجاوبي يعني ايه بتعيش أنا حقا نفسي مكان وليه الأمر والأم اللي قاعدين بالوقتي بيركب معانا المدرسة بنزل لها الامتحان على التابلت بتاع الطالب فالكل اللي واقفين ما عارفوش الامتحان ولا نظر مدرسة ولا مرائب ولا مدرس ولا احد وبعدين في بقى بقى بار كود وفي حاجات كده بتقول ان الامتحان الودة الطالب ده هو بتاعه ولا مدرس حيدي الأسئلة للمجموعة اللي معانا فيش كلام ده لا هو بصي هو السنوان العامة مشكلته فيه ان احنا كلنا بنجهز الولاد للامتحان مصر كلها مصر كلها بتجهز الطالب للامتحان صحيح فتلاقي أسئلة مراجعة وأسئلة تدريبات فتبص الطالب داخل الامتحان لقى السؤال زي اللي حلو قبل كده فحتى لو السؤال بيقسم مستوعات عليا ما عادش بيقسم الطالب ده مستوعات عليا لانه السؤال مر عليه قبل كده انا عايز طالب يفهم ويستوعب ولما أدي أسئله ويجي له موقف جديد يعرف يتصرف فيه طيب انا في الامتحان فالبنك الأسئلة مليان في عدد كبير من الأسئلة طيب الاسئلة أيبكة الأسئلة مش متوقعة من الطالب مش متوقعة مش متوقعة بصي مش باش هي لكن شاف زيها عاد طبعا انا قاعدة في الامتحان ومعايا التابلت بانك الأسئلة حيرمي السؤال كلنا في وقت واحد في لحظة واحدة بنفتح كل واحد بالباركول المدرسة. المدرسة. حلوة قوي. ببدأ اجاوب الكتروني. تمام. معك الم بتكتب بيها على الشاشة زي الم بالزبط على. على التابلت يعني. طب ما هو سؤال فعلا. سؤال مهمة قوي. طب ما هو المنهج موجود على التابلت. انا مو كان اغشش وادخل. لا الاسئلة اللي احنا الاسئلة اللي احنا عملينها شوية حتى لو انا يعني بصي. لما نجي نبتح ناحصة زمان كنا بعملوا فينا ايه? فاكرة. احصان زي فاحنا هنمد الطالب بالمعلومات اللي هو يحتاجها. فانداما يقولونا في الاحصاء لو فهمت القوانين اللي بس حفزتها. لا لا انا مش عايزك تحفز قانون. لو فهمت القوانين حتحل ايه مسألة. تستخدم القانون ده امتى في الحتة دي? ده ده الاحصاء. صح كده? صحيح. اه يعني استخدم كاسكور امتى? تيتست امتى كده مش. وهاك. دلت امتى? اه كده. كل حاجة. فلنا عايز اقوله ان احنا اه زي ما انا في في ستم بدي الجدول الدوري مع الامتحان. انا انا عايزه الطالب يحفز الجدول الدوري. مش عايزه يحفز الجدول الدوري. واخد بال حضراتي بديله الجدول الدوري. بس هو ايه بقى يبدأ يشتغل عليه ياخد منه ويعمل كازا عادي جدا. لان الاسئلة اللي انا طالبها مش طالبها انه يحفز يسمع للجدول الدوري. فما تقلقش في دي. احنا عندنا اسئلة اه تقدر. انا عايزك توظف اللي انت. ومعنديش مشكلة ان الطالب في ايده التابلت في الامتحان بيجاوب ع السؤال وهو المنهج بتاعه على التابلت. ان شاء الله. يعني بصي خلينا نقول المنهج اه حنمده بمعلومات تيستخدمها. دي دي هتتنظم شوية. طيب. اه اه الريس كان